الجزة على السنان اللي هو أحد أعراض بالنسبة ليه النوم المضطرب شوية أو بنسميها sleep disturbances أو يعني sleep disorders اضطرابات النوم زي ما في حاجة اسمها اضطرابات الأكل بص هو نسبة الجزة على السنان في النوم الطبيعي وردة يعني كل طفل أصلاً ما فيش حامل غير سترس فبعض الأطفال الطبيعيين هتلاقي بس لما حس إن الموضوع زاد عن حده وكل نوم لازم فيه جز جامد وساعات بعض الأسنان يعني بيحصل فيها يعني تجريح في الأسنان أو الصوت اللي بيخلينا جسمنا يأشعر ده بتاع حكة السنان في بعضيها مما يدل على عنف في الجزة ده أو أحياناً كمان ما يزيد عن ذلك بقى ودي الخطورة إن تبص لقي وصاحب الجزة ده حالة من الانفصال خالص أو التخشب بتاع الطفل هنا بقى لازم نعمل رأس موخي يعني عايزة أفصل ما بين الجزة اللي هو بيعكس الاسترس أو ضغوط أثناء الحياة ده معناها ولو نسبة طبية ما فيش مشكلة عندي بس معناها أفهم رسالة إنه ابني أحضنه أطبطب عليه أشوف الاسترسز لو أنا بتخانق مع بابا لو أنا ضغط عليه زي أم معلاء في الأول في حكاية الحضانة ما تزعلش مني معلاء إنما ضغوط الحياة بتخلي الأطفال يا إما يظهر بعض تنعكس في الكوابيز دهية أو تنعكس في بعض الأطفال اللي عندهم نوم تقيل جاوي ممكن أن هما يمشوا أثناء النوم أو ممكن أن هما يتبولوا على أنفسهم أثناء النوم كل دي اسمها مشاكل في النوم علم كبير قوي إنما بقول لو الجز بقى وصل إلى درجة تصل معاها وده اللي أنا مش شايفه في الحالة اللي كان بتتكلم وصل لدرجة حتى لو تكلمت بليه وصل لدرجة إنه الطفل عينه مش عارف جحزت كده لفوق أو زي ما بيقولوا يعني غربت كده وبدأ يتخشب بمسكه كده حبيبي وصحيه برضو مش فايق معايا وبعدين تفك تشعر بشعور الفك كده يبقى دي كان ممكن تبقى ما يسمى بأحد النوبات الصراعية وده عايزة رسم مخ عشان نتأكد إيه ونميز الحق من البطل ترجمة نانسي قنقر